اشتري في المشروع ده وهو تحت الانشاء وللسه ارض ولا روح اشتري في المشروع ده اللي هو مبني بالكامل اول حاجة لازم تعملها علشان تحدد هتشتري في عقار جاهز ولا تحت الانشاء لازم تعرف الاول هو انت بتشتري ليه لازم تعرف الاول هو انت بتشتري عشان تسكن ولا عشان تستسمر بتشتري عشان تفتح فرع جديد لشركتك ولا لمحلك ولا بتشتري عشان تقدر وتستسمر ولا معاك فلوس وعايز تحاوز على قيمتها فبتشتري عقارك حصلت فلوس ولا ليه بالضبط يعني لو انت مثلا بتشتري علشان هتسكن يبقى لازم تسأل نفسك انا عايز اسكن امتى مش تستلم امتى لان ده واحد من اهم الاسئلة اللي هتساعدك تعرف تشتري جاهز ولا تحت الانشاء طيب لو انت بقى عايز تشتري عشان تستسمر يبقى اهمية الاستلام هنا هي معادة تشغيل ونسبة الفلوس اللي هتدفعها من اجمال التمن حتى الاستلام عشان تقدر تتوقع التدفق النقطي من الاساسمار ده يعني هتدفع كام كل فترة والمدة قد ايه وهتسترد ارباح كام وازاي وخلال فترة قد ايه وتعرف تحسب ارقام ونسب زي الرو اي والارو اي والاير اار والبي باك بيريود والاكوتي مالتيبلاير تاني حاجة لازم تعرف ميزانيتك كام بالضبط وهنا مش بتكلم على اجمالي الرقم اللي تقدر تدفعه بس لازم تعرف هل انت عايز تدفع كاش والكاش ده كام ولا عايز تقصط وفي الحالة دي بتشوف معاك كام كاش النهاردة وتقدر تأمن قصة شهري كام وبدون متأثر على اسلوب ومستوى حياتك لازم تكون محدد كويس قوي انك تقدر تدفع كام وتقدر تدفعهم امتى مش بس كام لان بناء على الحسابات دي هي اللي هتحدد ماينفعش مثلا تقول انك عايز تستيلن فورا وانت مش معاك حتى 20% على الاقل من 8 العقار اللي عايز تشتريه ده لو هتشتيه طبعا بالتمويل العقاري فقبل اي حاجة لازم تجاوب على الاسئلة دي وتحددها صح تعالى نشوف مميزات وعيوب انك تشتري أوف بلان يعني مشروع تحت الانشاء انا هكلمك الاول عن العيوب اول حيب انك بتشتري سمك في مية ايه ده يعني ايه اللي قصده هنا انك بتشتري على البروشور والفيديوهات والتصميمات اللي ما تضمنش بنسبة مية في المية انك تستلم اللي انت شايفه ده طبعا في مطورين كتير بينفذ اللي عملوا في التصميم بالزبط وممكن يطلع في النهاية احلى كمان شوية طيب علشان متققاش في المشكلة دي هتعمل ايه هتنزل تشوف سابقة اعمال المطور ده وتشوف هل فعلا بينفذ اللي هو عمله في البروشور وفي الفيديو بتاعه ولا لأ هنخش هنا بقى على العيب التاني وده مش بيحصل من كتير من المطورين هو التأخير في الاستلام وده بيأثر اكتر على اللي عايز يسكن في معاد محدد وكان معتقد انه هيقدر يسكن في معاد اللي هيستلم فيه اللي حتى لو ما اتأخرش شوية فبنسبة اكبر مش هيقدر يسكن مباشرة لانه ممكن يكون في بعض اعمال التشطيبة الداخلية للمبنى او للبيت نفسه وكمان اعمال اللاندسكيب والهاردسكيب من الحدائق والطرق الداخلية وكمان بعض الخدمات الاساسية اللي مش هتقدر تسكن من غيرها طبعا اللي اشترى بيت كامل التشطيب غير اللي اشترى بيت نصف تشطيب او بدون تشطيب خالص على الطوب الاحمر في اعتقادي ان اللي اشترى بيت كامل التشطيب ده جاب هاتريك ووفر تكاليف التشطيب المستقبلية بشكل كبير جدا وكمان دفع بالتأسيد وانصح انك لو تقدر تشتري البيت كامل التشطيب يبقى احسن طبعا ده لو مطور خبرته وسبقة اعماله قوية العيب التالت انك ممكن تبهرك البروشور والفيديو والتفاصيل الجميلة دي وممكن ما تاخدش بالك من التفاصيل الاهم وهي اللي تخص المطور وسبقة اعماله وملأته المالية والاوراق القانونية للمشروع وموقع الارض والتخطيط العمراني للكمباوند والخدمات اللي فيه وعرض الشوارع الداخلية والتفاصيل المهمة دي اللي هتأثر عليك وعلى اسلوب حياتك في الكمباوند دي كده كانت العيوب الاشتراق على الخريطة او اوف بلان السؤال اللي جي في بالك هو ازاي تجنب العيوب دي هقولك الاول استنى مما تعرف المميزات طيب ايه هي المميزات اول ميزة هي السعر هتقولي ان المشاريع الجديدة بيكون سعرها اعلى من القديمة او من الكاش هقولك ان الفكرة كلها انك لو مثلا قدرت تشتري في اول طرح للمشروع ده فبيكون عندك ميزة انك عارف ان الاسعار في المشروع ده هتزيد مرة واثنين وثلاثة حسب حجم المشروع وعدد المراحل كمان وكمان الطلب عليه ده غير طبعا الزيادات الطبيعية في اسعار السوق من هنا هنروح للميزة التانية وهي التقسيط التقسيط اللي هيخلي الكاش اللي خارج من جيبك اقل وعلى مراحل مش دفعة واحدة وهتخليك قادر تستخدم السيولة اللي معاك في البيزنس الخاص بيك او في حاجة تانية تدريلك دخل وكمان هتخليك اريح نسبيا على ما تكون طلعت الكاش اللي معاك مرة واحدة تالت ميزة بالذات للي بيسكن انك تشتري بيت بتكون اول واحد يسكن فيك فهتكون ضامن ان كل حاجة في البيت ده معمولة زي ما انت عايز بالزبط وعلى زوءك وباختيارك رابع ميزة هي العواقض على استثمارك في العقار ده هقولك انك لو اشتريت محل او مكتب او عيادة مثلا وهتسلم بعد ثلاث سنين وتشغل بعدها بسنة ولسه بتقصت على سبع سنين اذا بتقلي اما تيجي تحسب العواقض هتحسب العائد على المدفوع هتلاقي نسبة جيدة جدا وكمان هتكون بتأجر بالسعر اللي بعد اربع سنين مش بسعر النهاردة ده بخلاف انك تشتري عقار جاهز استلام فوري وفي الغالب هتدفع كاش وكمان هتأجره بسعر النهاردة فهتلاقي حسبة العواقض مختلفة بشكل كبير تعال بقى نجاوب على السؤال اللي جي في بالك من شوية ازاي اتجنب العيوك دي واحصل على اكبر قدر ممكن من المميزات هقولك التعارف الاجابة بما انك بتتبعني الجاق دايما للخبير العقاري اللي عنده علم ووعي وامانة واللي هيقدر يساعدك فعلا تختار الانسب ليه هيقدر يوفر لك وقت ومجهود وفلوس كمان الجاق للخبير اللي عارف كويس المنطقة اللي بتفكر تشتري فيها وكمان عارف كل المشروعات من المطورين وداريخهم كويس ويكون امين معك ده كان الفيديو بتاعنا النهاردة واعتقد انك عرفت طريقة كويس وهتشتري تحت الانشاء واللعقار مبني جاهز وتستلم فورا كان معاكم احمد لطفي اشكركم على حسن المتابعة في امان الله